استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني غبططة بطرياركستريان الأرثوذكس إغناتيوس أفرام الثاني وأكد جلالته خلال اللقاء أن الأردن سيواصل جهوده في الدفاع عن ممتلكات الكنائس ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وقام غبططه خلال زيارته للمملكة برسامة الأب الربان كبرائيل دحو مطرانا ونائبا بطرياركيا في أورشاليم والأردن وسائر الديار المقدسة المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة في التقرير التالي استقبلت الكنيسة السريانية في الأردن قداسة البطريارك مارغ ناطيوس أفرام الثاني والوفد المرافق له حيث تعتبر هذه الزيارة الرعوية الثانية التي صاحبت العديد من الإنجازات الهامة للكنيسة في الأردن والأراضي المقدسة وفي بداية زيارته التقى قداسته بجلالة الملك عبدالله الثاني رافقه صاحباء النيافة مارس الوانس بطروس النعمة مطران حمص وحمات وطرطوس وتوابعها ومار موريس عمسيح مطران الجزية والفرات والأب الربان كبرائيل دحو النائب البطرياركي في أورشاليم والأردن وسائر الأراضي المقدسة والأب الربان جوزيف بالي السكرتير البطرياركي ومدير دائرة الإعلام وفي بداية اللقاء شكر قداسته البطريارك جلالة الملك على دعمه للكنائس وللوجود المسيحي في المنطقة مشيرا إلى الأوضاع في سوريا والعراق وعبر قداسته عن ارتياحه وتفاؤله بالتطورات على الساحة السورية منددا بالغموض الذي يلف قضية مطراني الحلب المخطفين ماريك ريغوريوس، يحنى إبراهيم، وابولو سيازجي كما أشار قداسته في حديثه إلى الكنيسة الجديدة المزمع بناؤها على ضفاف نهر الأردن للكنيسة السريانية الأرتودوكسية وعرف قداسته بالأب الربان كبرائيل دحو الذي سيقوم برسامته مطرانا نائبا بطرياركيا في أورشليم والأردن وسائر الأراضي المقدسة بدوره رحب جلالة الملك بقداسته وأكد أن المسيحيين جزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة وأن الأردن سيواصل جهوده في الدفاع عن ممتلكات الكنائس خاصة في الأراضي المقدسة وسيستمر بتقديم المساعدات الممكنة لدعم الوجود المسيحي في الشرق الأوسط وخاصة في الأردن حضر اللقاء سمو الأمير غازي من محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته إلى جانب رئيس الديوان الملكي الحاشمي ومستشار جلالة الملك ومدير مكتب جلالته وفي اليوم التالي من زيارة قداسته ترأس صلاة الستار في كاتدرائية مار أفرام السرياني في صويفية بمشاركة عدد من أصحاب النيافة المطارنة وبحضور جموع من المؤمنين وفي ختام الصلاة ألقى قداسته كلمة روحية عبر فيها عن فرحته الكبيرة بزيارة أبنائه الأحباء في الأردن مرة جديدة وعن الأحداث الرسمية التي سيقوم بها خلال زيارته وبعدها منح قداسته بركته الختامية لجميع الحاضرين من ثم التقى قداست البطريارك سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملك للدراسات الدينية بمرافقة عدد من أصحاب النيافة المطارنة وعدد من أعضاء مجلس الكنيسة في عمان خلال اللقاء أثنى قداسته على دور الأردن في حماية المقدسات خاصة في القدس واشدد على أهمية دعم الوجود المسيحي في الشرق الأوسط وطلب قداسته مساعدة سموه في إيجاد خاتمة سعيدة لقضية مطراني حلب المخطوفين مارك ريغوريوس يحنى إبراهيم وابولوس يازجي بدوره أكد سمو الأمير أهمية احترام الاختلاف وقبول التنوع والتعدد في المنطقة وأن الحوار يؤكد المصير المشترك ويدعم الحفاظ على كرامة الإنسان وتطوير الخطاب المجتمعي ويعزز قيم التسامح والاحترام بين مكونات الوطن المتنوعة وفي اليوم التالي لزيارة قداسته احتفل بالقداس الإلهي في كاتدرائية مار أفرام السرياني وخلاله وفي جو روحي مهيب قام قداسته برسامة الأب الربان كابريال دحو مطرانا نائبا بطرياركيان في أورشاليم والأردن وسائر الديار المقدسة عاون قداسته بالقداس الإلهي عدد مهيب من أصحاب النيافة المطارنة بحضور رؤساء وممثلي الكنائس في الأردن وحشد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين وخلال القداس الإلهي وبحسب التقليد المتبع في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أعلن المرتسم الجديد إيمانه القويم ووقعه أمام قداسته ثم تلق قداسته على المرتسم صلاة حلول الروح القدس ثم صلاة وضع اليد حيث وضع قداسته يمينه على هامته ورقاه إلى درجة رئاسة الكهنوت المقدس وفي جو روحي أطلق قداسته على الربان كابريال دحو الاسم الأبوي مار كابريال وشرع بإلباسه الحلة الحبرية وأجلسه على الكرسي الأسقفي ووضع يده على كتفيه ونادى ثلاث مرات أكسيوس مستحق فردد الشعب المنادات بعد قداسته ثم حمل المطران الجديد وهو جالس على الكرسي على أكتاف الشمامسة ليقرأ الإنجيل المقدس بعدها سلمه قداسته العكاز الأبوي رمزا للرعاية والسلطة الكنسية فبرك به المؤمنون ثم ألقى المطران الجديد مار كابريال دحو كلمة بالمناسبة بعنوان لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ثم أكمل نيافة المطران الجديد القداس الإلهي وبعدها تقبل المطران الجديد التهاني من الحضور جميعا ومن ثم أقيم حفل عشاء على شرف سيادة المطران الجديد جمع خلاله لفيفا من الأصاقف وممثلي الكنائس الرسولية ومدراء المؤسسات المسيحية في الأردن مهنيين وفرحين بهذه الإنجازات المباركة الشعور بالسعادة هي وبركة كمان وبحسب المسؤولية أكتر كمان لأن الوزنة كمان صارت أزيد يعني أضعاف صارت وطبعا الوزنة هي طبعا الإسقفية وزنة قيلة هي بنعرفها فمثل ما بيقول بولس الرسول من اشتهى الإسقفية فقط اشتهى عملا صالح فأكيد عمل الصلاح لازم يكون بالمقدمة هالشي ونحن عنا شغل كتير عم يستنانا حاليا طبعا خلال سنة ما في مطران أو إسقف فأكيد وظيفتي أو مهمتي ما رح تكون سهلة بنطلب صلوات الجميع وكرمال أنه يساعدونا أكتر وأكتر مثل ما ذكرت بموعزتي بكلمتي أنه رح أكون لهم خادم خادم أمين بخدمهم بشوف احتياجاتهم وشو النواقص تابعهم كمان وأكيد بدي مساعدتهم كمان شون طريب شمعون شين واستقبلت الكنيسة السريانية في القدس سيادة المطران كابريال دحه بأجواء مملوئة بالفرح والهيبة وكان في استقباله في باب الخليل لفيف من الأساقف والكهنة من مختلف الكنائس في القدس وحشود من المؤمنين وفي موكب رسمي صار الوفد على أنغام الموسيقى الكشفية وصولا لباحة كنيسة القيامة حيث رحب الجميع بوصول غبطته إلى الأرض المقدسة متمنين له خدمة موفقة للكنيسة وبعدها تبارك سيادته من القبر المقدس وتوجه بموكب رسمي لدير مار مرقص للسريان الأرثودوكس حيث أقيمت صلاة الشكر والتقى بأبناء الكنيسة وتقبل التهاني منهم لما عرفنا التاريخ اللي راح يجي فيه سيدنا على القدس نصقنا تدريب مشترك مع الفرق الكشفية المسيحية بالقدس الروم الأرثودوكس الروم الكاتوليك الكاتوليك العرب واحنا وقمنا بنصاط كشفي مشترك اللي يليق بمستوى الحدث الكبير اللي أجع لنا على القدس هون طبعا سيدنا أبروحي دخل علينا جديد وليحنا فخورين فيه واليوم كان تنصيق مرتب كان كتير حلو كل المجموعات شاركوا وليحنا اليوم موجودين دائما موجودين مع سيدنا كشافه والطايفته كله تحت إيده وليحنا بدعم من إيده الروحية للشباب الطايفة والأهل الطايفة للمجموعة كشافنا ديستريان الأرثودوكس كل عام وأنت بخير وألف مبروك لسيدنا نحنا سعيدين جدا بهذا اليوم اليوم التاريخي يوم عظيم وتاريخي وبيعود لذكري لذاكيرتي قول الكتاب إن نسيتك يا أرشليم تنساني يميني فنحنا بهاليوم المبارك بنهني المطران المرتسم الجديد مار جابرييل بنحو دحو بهذا المنصب بنصلي من الرب أنه خلينا نحن وهو كل الخدام أنه اتكالنا يكون فقط عليه إذا يقول الكتاب باطل من اتكأ على زراع بني بشر نطلبه أنه يبارك هالخدمة تبعيته ويكون هو بيعونه ويكون يجعله شاهد مثل ما طلب من الرسل وقال لهم اذهبوا إلى أقاصي الأرض وكونوا لي شهودا بنهني مرة تانية وبنشكر نور سات على هالتغطية جميلة وسائر القنوات الفضائية المسيحية أيضا ربنا يبارككم يحميكم يعطيكم من نعم ويزيدكم نعمة فوق نعمة وبركة فوق ببركة حبينا نصلي من هالمدينة هاي لحتى يعمل السلام في أبجاء العالم أجمع هاي مدينة القدس هي مدينة السلام منصليها لحتى يعمل فيها السلام منصلي لكل البلدان في العالم يحتاجين لسلام من هالمكان هذا اللي هو بجوار كنيسة قيامة ربنا يسوع المسيح أحب صلي من أجل بلدنا السورية من أجل لبنان من أجل العراق من أجل مصر من أجل المسيحيين في نيجيريا وفي كل البلدان اللي يععملوا فيها اضطهادات ومعاناة وبالجه مكمالة أكيد منصلي لحتى يعمل السلام في كل أنحاء العالم لأنه رب يسوع يجى لحتى يعطينا السلام هو الآل سلامي أعطيكم وهذا الشيء اللي نحن فعلا بيحاج لإله وهذا الشيء اللي بنشكر ربنا أنه جمعنا لحتى نصلم شانه أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة يتقدمون بالتهنئة والتبريك من سيادة المطران كابرييل دحو على توليه مهامه الرسولية الجديدة متمنين له موفور الصحة والعافية والخدمة الحسنة لدى منبر المسيح